الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ابتداءا أن تعبر عن تقديرها لأفراد المجتمع لاستجابتهم للدعوة التي أطلقتها خلال الفترة السابقة والمتعلقة باستخدام منصة خدماتها الذكية لإنجاز معاملات الجمهور وكما يعلم الجميع الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم اليوم في ظل التدابير المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد والذي جعل من ذلك المطلب ضرورة وإذ تؤكد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التزامها بأعلى مستويات الجودة في تقديم خدماتها فإنها تكرر دعوتها لمتلقي الخدمة في إنجاز معاملتهم عبر منصة الخدمات الذكية للهيئة وفي سياق دعم مركز المقيمين والزائرين للدولة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع وتخفيفا عليهم من الآثار المترتبة على التدابير الدولية المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد فقد أصدر مجلس الوزراء الموقر مجموعة من القرارات الداعمة لهذه الفئة والتي تأثرت بالإغلاق الشبه الكلي لحركة الملاحة الجوية تلك القرارات تمثلت في الآتي أولا بالنسبة للمقيمين اعتبار إقامة الوافدين سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام متى صادف تاريخ انتهاءها بعد الأول من مارس 2020 ولا يترتب على بقاء الأجنب خارج الدولة مدة تتجاوز ستة أشهر اعتبار إقامته لاغية ثانيا بالنسبة لحملة التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة تعتبر تأشيراتهم وأذونات دخولهم سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام متى صادف تاريخ انتهاءها بعد الأول من مارس 2020 ثالثا اعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020 كما أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قد تلقت خلال الفترة الماضية من المقيمين والزائرين المتواجدين على أرض الدولة طلبات أبدوا من خلالها رغبتهم للالتحاق بأسرهم في موطنهم في ظل الظروف الراهنة فإننا نحيطهم علما بأنه جاري التنسيق مع الشركاء في سبيل تذليل الصعوبات المتعلقة بهذا الشأن وأنه سيعلن عن الآلية المرتبطة بتحقيق ذلك المطلب في القريب العاجل بإذن الله تعالى وإذ تؤكد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التزامها المطلق تجاه جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين وإيمانها العميق بمبدأ الشراكة فإنها تدعو جميع المستفيدين من خدماتها للالتزام بالتدابير والإرشادات وتؤكد في ذات الوقت استمرار التنسيق مع الشركاء لرصد تأثيرات التدابير المتخذة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي والعمل على دعم المراكز القانونية للمتأثرين بها كما تؤكد استعدادها لتلقي استفساراتهم عبر قنوات التواصل المعلن عنها على الموقع الرسمي للهيئة حفظ الله الإمارات حكومة وشعبا